لم يشارك ماجد بن خثيلة مع الملك عبدالعزيز إلا بعد استرداد الرياض حيث كلفه الملك عبدالعزيز بالقيام بمهامة في منطقة الأحساء وكذلك شارك معه في معارك مهمة كانت علاقة ماجد بن خثيلة بالملك عبدالعزيز من فترة مبكرة حيث كلف الملك عبدالعزيز رحمه الله ماجد بن خثيلة في مهمة إلى منطقة الأحساء لإحضار بعض المبالغ المالية من القصيبي في الأحساء وفي شرق الجزيرة العربية اتجه ماجد بن خثيلة وأدى هذه المهمة وأحضر ما طلبه الملك عبدالعزيز منه رحمه الله بدون نقصان فكان هذا دليل على ثقة الملك عبدالعزيز رحمه الله المبكرة بماجد بن خثيلة استثمر الملك عبدالعزيز معرفة ماجد بن خثيلة بمنطقة الأحساء لأداء مهام خاصة وأخرى عسكرية وقد نجح ماجد بها كذلك شارك وساهم في عدد من المعارك مع الملك عبدالعزيز وأبرزها معارك القصيم ومعركة هدية ومعركة جراب ودخول الحجاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر